المسيح بيتكلم عن مواصفات النبي كالمسيح يعني هو المسيح الممسوح من الله فهذا اتميز فيه فقط يسوع المسيح دي الروعة دي الروعة بتاعت كتابنا المقدس اني بقول انا لقيت كاتب تاني بيقول تصور ان كلمة اخواتك كلمة اخواتك جات في العهد القديم 629 مرة وقال الكاتب اللي عمل الاحصاء ولا مرة كانت بتطلق على اتنين اعداء ولا مرة لكن تطلق على الاخ او الاخ بالتبني اي شيء او العائلة لم تطلق ولا مرة على اتنين اعداء فانا اجيب بني اسماعيل اللي هم اعداء ليهم واقول ان دول اخواتك ولا مرة لو حتى بني اسماعيل كمان يعني اذا احنا بتطلق على سلسلة النسب من ابراهيم ابراهيم تزوج قطورة وجاء منها طبعا لهو شعوب عربية طبعا واسماعيل يعني منقرأ حتى عن تسلسل الانساب من شو فيه اختلاف حتى في هذا الموضوع لكن هذا موضوع اخر يعني اه طبعا يعني بكل بساطة انه يعني مش ممكن لازم يكون شخص يهودي فاذا قلنا انه طبقت على النبي محمد فاذا محمد هل هو يهودي اه وطبعا احنا بنعرف من دراساتنا انه عربي برسالة عربية اه طبعا طبعا لكن انا بقول لكل مشاهد اقرأ بس ان بوا بتقاني يقيم لك لك تعود على مين على بني اسرائيل نعم يقيم لك الرب و الهك نبيا من وسطك من اخواتك مثلي لهو تسمعون مين اللي تقال عنه لهو تسمعون الرب ياسر نعم اكتر من مرة لما يجي صوت الاب هذا هو ابني الحبيب الذي به سورت لهو اسمعو يقيم لك لبني اسرائيل اي نبي تاني اقيم لمين اقيم منين المسيح هو اللي اقيم من وسط بني اسرائيل وضع طبعا شرط يعني اذا ما اسمعت لصوت هذا النبي تقطع من الشعب بالضبط بالضبط وبعدين يقول اجعل كلامي في فمه ده مين اللي الرب جعل كلامه في فمه طب ده نحن لما نقرأ عن يشوع او ارمية او اشعياء او غيره يقول له ها قد جعلت كلامي في فمك لكن ما يميز الرب يسوع ان هو كلمة الله نعم كلمة الله في البدء كان الكلمة الكلمة كان عند الله كان الكلمة الله وبعدين نقل آية 14 والكلمة والكلمة صار جسدا وحلى بيننا رأينا مجده مجده ايه ده ايه ده لما نقرأ عبرانين واحد آية واحد واثنين الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء كثيرا بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنهم ابنهم الرب يسوع المسيح اللي هو نهاية وكمال الإعلان اشتركوا في القناة